السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين وعودة أخرى مع وقال عباس وقناة عبقري علم وكل ما هو جديد هتلاقيه في قناة عبقري علم في سينة الحبيبة أصبح من المهم جدا البحث عن الأعشاب والتي تتحمل الملوحة وأي شيء نقدر نستخدمه كبدائل للأعلاف الحيوانية وكل الكلام ده اللي أنا بتكلم فيه في الأراضي الملحية إحنا بنقول وبنبحث في النباتات الملحية وفي بدائل الأعلاف التقليدية كل ده بسبب تغير المناخ العالمي في السنوات الأخيرة وتأثيره على الأمن الغذائي وخصوصا في الأراضي الجافة وبالتالي تدهور الغطاء النبات الطبيعي والغطاء ده هو المورد الرئيسي اللي علف الماتية وخصوصا في جنوب السيناء اللي أصبح الغطاء النباتي ما يكفيش حاجة الماتية اللي موجودة وزاد الأمر سوء بتأثر المياه الجوفية والطربة بشكل كبير جدا بالملوحة كان لزاما علينا استخدام نظام إنتاج زراعي ملحي واستخدام نباتات تستحمل الملوحة العالية عملوا إيه؟ جابوا تلت أنواع من الأعشاب المنتشرة هناك اللي بتتحمل الملوحة وأساميها العلمية موجودة في صندوق الوصف اللي هو بزور الدخن العربي زي ما أنتم شايفين بالشكل كده هو ده بزور الدخن العربي والزورة الرفيعة البيضاء قدامك الشكل التاحه ده أيضا الزورة الرفيعة السودانية السودانية دي من الحشائش اللي بتستخدم كل دي الثلاثة أشياء دول أو النباتات دي اللي بتستحمل الملوحة وبتصلح جيدا لعلف للماشية تم الزراعة في طربة ملحة في محطة بحوث جنوب سينة وطم ري الحشائش بمعاملتين ملوحة متوسطة وصلت لحد 4000 بي بي ام ولوحة عالية وصلت لحد 7000 وأعلى بي بي ام كانت النتيجة إيه؟ النتيجة أن نبات اللي هو الدخن العربي ذلك كان الري بالطمئيط سجل أعلى نسبة نمو وكان متفوق في الوزن الطازق والوزن الجاف ومساحة الأوراق مقارنة بالأعشاب الأخرى يعني أعلاهم هو مذائب بزور الدخن العربي كان محصوله وكان محصوله أقل عند الملوحة العالية بيتحمل ولكن كان أقل عند الملوحة العالية ويعتبر الأعشاب الثلاثة اللي أنا قلت لكم عليهم بانستيان جلاوكام وسوجام بايكلا وسوجام سودانيس الثلاثة من مغزيات الحيونات المكترة لأنها بتحتوى على بروتين يكفي الحيوانات وخصوصا الحيوانات الصغيرة هذه الأعشاب مهمة جدا تتمتع بإمكانيات عالية وكبيرة جدا لتخذيها حتى الحيوانات الكبيرة وخصوصا في فصل الصيف والخريف حيث نقص الأعلاف نطلع من الموضوع ده بإيه؟ وأنا جايب لكم قبل ما نطلع بالموضوع أنا جايب لكم أشكال التلاتة واضحة في الفيديو ومكتوبة على كل حاجة اسمها كما هو واضح قدامك كده نطلع الأعشاب ديها معروفة ومعروفة في جنوب سيناء خصوصا جنوب سيناء زراعة هذه الأعشاب اللي بتتحمل الملوحة التربة وملوحة الماء زراعة مجدية جدا بيولوجيا واقتصاديا ويمكن تساعد المواطن في جنوب سيناء على التغلب على نقص الأعلاف وأنا زي ما قلت لكم قبل كده إحنا بنحاول العالم خلاص دي مفهاش مفر ما فيش دولة في العالم تقدر تزرع بحيث توفر الأعلاف لأن العدد السكاني فيه تزايد رهيب وأيضا بالمقابل ليه لازم زيادة عدد الماشية للحصول على طعام للإنسان فما فيش مفر تاني ما فيش أراضي زراعية تخزيط كل هذه الحيوانات إذا ما فيش حل تاني غير اللجوء إلى الأعلاف الغير تقليدية زي الأزولة الشعير المستنبت السركلونية اللي أنا قلت لكم عليها السلسل اللي أنا قلت لكم عليها استخدام كل الأعشاب اللي تصلح للحيوانات وخصوصا للحيوانات المكترة الماشية استخدام الأراضي الملحية حاجة مهمة جدا يعني دي تعتبر رزق ربنا بعتهن مش ضرر لينا المهمشة الأراضي دي مهمشة محدش بيزرع فيها ولا بيستخدمها استخدامها بطريقة مستدامة وطريقة منتجة حتفيد الإنسان وتقلل التكاليف العالية خلي بالكم الأعلاف حتزيد وحتزيد وحتزيد وحتستمر في الزيادة لحد ما الإنسان يتعلم وهو ده المفروض الحصول على أعلاف غير تقليدية وزراعة الأراضي الفقيرة في الماء الأراضي الجفة والشبي الجفة اللي بتخزو أراضينا في الوطن العربي وكذلك الأراضي الملحية اللي محدش بيستخدمها لها استخدام ولها نباتات تتحمل الملوحة ولا شرحت لكم أن في الجبل الأخضر في ليبيا زرعوا الأمحة باستخدام نسبة من الملوحة المياهة البحر احنا عندنا نضرة حتى في المية إذا لازم أستخدم نباتات تتحمل الملوحة نباتات تتحمل العطش الشديد الكلام ده على فكرة الدكاترة في كليات الزراعة وكليات العلوم بينادوا به من حواري 30 سنة لأنهم كانوا عارفين اللي حيحصل في العالم العربي وعارفين إيه اللي يارب يكون الفيديو عجبكم جزء من الفيديو معاكم واقل عباس وقناة عبقري علم وأنا مستني تعليقاتكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر